السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بكم تبعيه قرام تابعيه القناة من الآخر وخلاصه معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدور الجزائري الرابط الجزائري المحترف في الأولى موبيليس وترتيب العدفين ونتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كاملة بعد الانتهاء اليوم السبت سبعة وعشرين اتنين الفين وعشرين لأول مرة تزور في قناة زر الشرك في القناة بضغط على زر الأحمر أسفل فيديو مكتب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لائك الفيديو وفعل زر الجرس لأسهلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى الجمعة ستة وعشرين اتنين الفين وعشرين بدأت مباراة الجولة الخمسة عشر من الدور الجزائري في مباراة بين أهل برج بوعريك أم شباب بوليس داد تم تأجيلها علشان شباب بوليس داد هيلعب غدا لأحد بإذن الله تعالى في دور أبطال أفريقيا قلنا مبارح أن نصر حسين ضاي فازع لسريع غليزان تلاتة صفر شبابة الثورة فازع لتحب سكارة أربعة صفر قولين بالمادية تعادل سلبين أمام شباب قسنطينا والتحب العباس فازع لشبابة ساكيك ده اتنين واحد والتحاد الجزائر فازع على نجمة مقارة تلاتة صفر اليوم السبت سبب وعشرين اتنين الفين وعشرين ودات الميسان فازع لجمعية عينيم ليلى تلاتة صفر أحرز الهداف بلات ريش في ديئة اتنين واربعين طويل أو طويل في ديئة تلاتة وخمسين ومونير عايشي في ديئة تمانية وسبعين مولودية وران فازع لبرادو تلاتة واحد أحرز الهداف مولودية وران بوعلام مصمودي في ديئة تلاتة وربعين وجينينة في ديئة تمانية وربعين وديئة ستة وستين هدف برادو عن طريق ألان أكيلو في ديئة خمسة وتمانين وفاق سطيف فازع لأوليمبي الشلف تلاتة صفر أحرز الهداف وفاق سطيف أحمد الكاندوسي في الديقى 17 واحمد الكندوسي في الديقى 60 وحمد عمورة في الديقى 66 وشابيبت القبائل فاز على مولودية الجزائر 2-1-1-2 شابيبت القبائل اسمه ايه بولهاياء بولهاياء في الديقى 49 وقاية عبد السلام في الديقى 80 هدف مولودية الجزائر عن طريق سمي في الريوي في دقيقة 64 ثم تعرفها ترتب في فرق دورة الجزائر ثم تعرفها ترتب الهدفين بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر في صدارة ارتفرق الدوري الجزائري وفق استفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص برادو المركز التاسع ب20 نقطة مولودية الجزائر بمركز العاشر ب19 نقطة من 12 مباراة ودات المسان المركز الحادي عشر ب17 نقطة من 14 مباراة السريعة غليزان المركز الثاني عشر ب17 نقطة من 14 مبارا نصر حسين داي المركز الثالث عشر ب17 نقطة قليم بيشال في المركز الرابع عشر ب16 نقطة شباب كوسانتين المركز الخامس عشر ب14 نقطة من 13 مباراة اتحاد بالاعباس للمركز السادس عشر با 14 نقطة اتحاد باسكرة للمركز السابع عشر با 13 نقطة نجم مقرات المركز السامن عشر با عشر نقطة من 14 مبارا شبيبة ساكيجدة المركز التاسع عشر باء whole Bleed by Bun act اهلي بورجب وارديرج المركز العشرين والاخير بأربع نقطة من 14 مبارا دعونا تعرف على ترتيب هدافي الدوري الجزائري في صدار الترتيب هدافي الدوري الجزائري بلال مسعودي لاعب شبيبة السورة في المركز الأول بـ 8 هدافي وفي المركز الثاني قدر بن جلالي لعب أولمبي الشلف بسبعة أداف التساوى معه خلاف الله لعب أولمبي المادية المركز الثالث حمزة قدري لعب اتحاد الجزائر بستة أداف ومحمد عمورة لعب فاقس طيف المركز الرابع عدل جعبوت لعب جمعية عينم ليلى وحمزة بلحوال لعب شعب بولزداد واسامي فريوي لعب مولودية الجزائر المركز الخامس محمد ربيع مفتاح لعب نصر حسين ضاي بأربع أهداف وحمد الكندوسي لعب فاقس طيف وبالعيد حميدي لعب شعبت الثورة وبنبو علي لعب برادو وحميدي لعب مولودية طهران ولاعب مرزوكي لاعب شعبت الساكك ده متابعي الكرام كان معكم محمد نوردين من قناة من الآخر وخلاص اشتركوا في القناة فعل زر الجرس املاك الفيديو ونراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته